بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم الناس الخيرة أما بعد حياكم الله جميعا أحبة الطلبة اليوم نكمل حل المسائل الإضافية والإطرائية على مفهوم المجال الناشع عن ملف نعم المجال ما هنطيس الناشع عن ملف مثل ما انتم شايفين هسا بلشنا نتطور في المسائل يعني أنا هون جايب لك سيلك وملف دائري طرح شبدا سوي بقولك يبين الشكل موسلا مستقيما طويلا أو بمعنى القول لا نهاية طول يمر فيه تيار كهربائي مقدار 12 أمبير لاحظ انه التيار اللي مار في هذا الملف راح صنع ملف وكمل ممتاز الآن صنع منه جزء ملف دائري مكون من 7 لفات طب بلنا نأخذ المعطيات أنا في عندي هون شو طرح شو موجود سيلك وايش وملف الآن كلاهما نفس التيار يعني التيار اللي مار هون قديش هيو قديش التيار يا حلوين 12 أمبير أيضا نفس التيار اللي مار هون 12 أمبير طيب خذ كمان المعطيات هذا السلك قديش لفة سبع لفات يعني هاي ان تساوي سبعة لفات يعني لاحظ شو الفكرة انه اجا السلك زي هيك عمل لفة لفتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وكمل هنا نصف قطر هذا السلك أربعة سنتيمتر لاحظ انه قاعد أعطيق مش هذا السلك الملف قاعد أعطيك معطيات أربعة سنتيمتر يعني أربعة سنتيمتر يعني أربعة دربعشرة أسارة بثنين متر فطالبك المجال المغناطيسي المحصل في مركز الملف الدائري اتش نقطارا واتجاها طيب أنا في عندي مجالين عند النقطة اتش مجالات تنشع ما يجب المجالات Zach أو ملفات دائرية أو سبجات مع الأولابية أو هناك مجال خارجي خذ ان ان كانت النقطة هذه الموازية له امتداده هو حسبناه مجال هذا السلك ولكن هذا السلك وهنا السلك ليس موازي له هذا السلك هو هنا وهون الموازيه عن امتدادهم صح؟ طيب ممتاز اذا نفس هون تحكي المجال عند النقطة وانت عندك مجالين مجال السلك اعتبر السلك والا جزال ستكون عبارة عنه القانون بسيط ميو نوت اي اثنين باي ار احسن طب كمل معي الحال يا حلو رح تقولي ببساطة يا استاذ معاد ميو نوت هذا ثابت مش شطارة اربعة باي ضرب عشرة والسالب سبعة بيكون معطيك ايها في الوزارة اعلى الترويسة ضرب التيار الماشي او المارف السيليك هيو 12 امبير موجود على السؤال اذا ما كان السؤال بيكون حطلك ايها هون على الصورة او هون 12 امبير على 2 باي ضرب انتبه هذا السلك يعني بعد النقطة عن السلك هيها شايفينها بعد النقطة عن السلك هي ر طبعا دائم انخذ البعد العمودي خدها قاعدة بقادرية دائم انخذ البعد العمودي هيو البعد العمودي للنقطة عن السلك صح استاذي هي هي نفسا نصف القطر4 سنتيمتر ما فرقت ايشي يعني هيها 4 ضرب 10 السالب 2 وتساوي الباي راهعت مع الباي والاربعة مع الاربعة عثنين فيها واحد عثنين شغل ستة أسوف ستة ضرب عشرة سالب 7 فوق 16 سبعة عود عشرة excellent Lip 2 هاي بدك تحذفها ترفحها لفوق بس الموجب اثنين انها عشرة سلب اثنين ارفحها لفوق تقلب اشارة الوس سالب سبعة زائد اثنين فيها سالب خمسة وهي تسلا لوين بتتعامل مع سلك صح طيب السلك كيف التيار ماشي فيه هيك ماشي صح طيب تعال معي شوف مش التيار ماشي هيك طقت عند النقطة ارش نعم طقت اذا شو بتيجي بتحكيلي هون موجب اكس يا سيد اعتبر ما فهمت هيك تعال افرجيك كيف ممكن تفهمها تيجي ممكن تقول لي تعال هاي التيار امشي مع السلك زي هيك هاي المنطق الفوق مطقت المنطق الفوق كلها نقطة والتحت كلها اكس وسلت بس فايضا مش قدش واقع في المنطق التحت اذا اكس يعني لجوه خلصنا مجال السلك نشوف المجال مين الناشئ عن الملف الدائري يا عيني عليكم لاحظ انه هاي اربعة وهي باي وهي ضرب عشر والسالب سبعة دقيقة خلنا احط القانون عشان ما يلتخنا الطالب احسن احط ركم القانون افضل صراحة بدل ما احطه خبط لازب لا احط قانون افضل ميو نوت باي ان على اثنين ار طيب ممتاز يلا يا حلوين ببعض ميو نوت برضو سهلة اربعة باي ضرب عشرة السالب سبعة ضرب التيار هو نفس التيار هيو نفس التيار اثناشر امبير عدد اللفات سبع لفات على اثنين ضرب نصف القطر نصف القطر واضح جدا انه اربعة ضرب عشرة السالب اثنين لاحظ ما هي هسه حملة اختصارات العالمية الاربعة مع الاربعة بتروح صح ممتاز طيب استاذ معرض فيه كمان اختصارات اه الاثنين مع اثناش فيها ستة فيه كمان اختصارات باقولك نعم لسه فيه الباي هاي بتقدر تفككها اثنين وعشرين عسبعة صح؟ اثنين وعشرين عسبعة وقتها بتختصر السبعة مع مين؟ مع هاي السبعة فصفه هون عندك اثنين وعشرين اقولك شغلة بديش اختصرها خلينا افهم ابسطر الامور لقدام لسه خلينا لقدام بختصرها خلي الباي بفرجك كيف اختصرها لاحظ معي المتبقي هون واحد ضرب عشر والسالب اثنين فوق باي ضرب ستة ضرب سبعة ممتاز هايها باي ضرب ستة ضرب سبعة ضرب عشرة السالب سبعة طب السالب اثنين نرفح لفوق بسير موجب اثنين ترجع زي هيك سالب خمسة تسلا فيه مشكلة نعم انا هذا الرقم بزنخ كفد ريح علي منه ببسيطة الباي نزلها اثنين وعشرين عسبعة ضرب ستة ضرب سبعة ضرب عشرة والسالب خمسة تسلا لاحظ وقتها السبعة طارت مع السبعة اثنين وعشرين ضرب ستة جديش سهلة هاي اثنين وعشرين وهي ستة ستة باثنين اثناش ستة باثنين اثناش وواحد ثلاثة عشر قديس صارت مية واثنين وثلاثين ضرب عشرة والسالب خمسة تسلا طب لوين السادة بتتعامل مع ملف دائري امشي مع تياره بتلاقيها لجوة كمان هايو حط ايدك مع تياره لجوة المجام اغنطيسي لشوة يعني لوين يعني موجب اكس كمان لاحظ ان المجالين في نفس الاتجاه هذا موجب اكس وهذا موجب اكس معنى القول ان المحصلة هي جمحهم صح ولا لأ نعم اذا فورا انا مغمض عيني باجا بقول له المجال عند اتش هو جمع المجالين مجال السلك زائد لجمحهم لانهم يا استادي في نفس الاتجاه لو اكس بعض الكبير نفسر صغير مجال السلك هايو وقديش ? ستة ضرب عشمة السالب خمسة ايذن هي ستة ضرب عشرة صح زائد مجال الملف هي هي 132 ضرب عشرة السالب خمسة 132 ضرب عشرة السالب خمسة اذا المحصل سيطلع ستة زائد 138 تسلا لوين في نفس الاتجاه لجوة يا عيني عليكم اذا ايش حback خلصنا فكرة بكل بساطة. الان بعد ما خلصت فكرة هذا السؤال ايضا هذا السؤال في الوزاري يشوف الاسئلة الوزارية بالعادة بتدمج بين الافكار او بتيجي دارك مباشرة. هاي الفكرة ايضا وردت في الكتاب انه جاب لك الارباع والقائم. هالسا عدى فرجيك انا اذا جتني زي هيكة يعني حلقة بهذا الشكل. كيف دعرف يعني مثلا تعال انتو متعودين لما تيجي حلقة كاملة صح? ومتعودين لما تيجي نصف حلقة. طيب وتعودت لما تيجي ربح حلقة بهذا الشكل. طب بلك ايجتك زي هيكة. وقال لك تعال هاي الزاوية عندك هاي مش تسئين. لقيتها زاوية مؤينة. انت مش عارفها كيف دك تتصرف. وقتا رح استخدم هذا القانون. شو بقول لك? هذا القانون بيطلع لك الان مباشرة. الان مباشرة عبارة عن الزاوية اللي بتعملها هاي الحلقة على 360. يعني افهمكم المغزف. مش هاي هيك. قديش? تعال. قديش الزاوية هاي استادي? الزاوية هاي كاملة طلعها اللي بتعملها هاي الحلقة من هون لهون 180 صاح? هيها. الزاوية اللي تعملها 180 على 360. قديش تطلع هون? عبارة عن نص. طب ما هي بالعين واضح انها نص لفة. طيب. فنفس المبدأ هون. اعتبر حاطلك هون الزاوية هاي قل لك الزاوية هاي 30. فانت بتعرفش هاي ربع لفة ولا ثلث لفة ولا سدس لفة ولا شو بالزبطيش بتقول لي انها عبارة عن 30 على 360. على 0 على 0. 3 على 36. قديش على 3 فيها واحد. ثلاث قديش فيها 12. فبتطلع واحد على 12 لفة. بس واحد على 12. تمام? يعني اصغر من اللفة. نفس المبدأ هون. بيقول لك انا عندك سلك. هيو. هذا السلك لا نهاء الطول راح هيك معدين تركيب. عندك سلك. راح هيك معدين عمل. يعني جزء من ملف دائري. معدين نكمل بهذا الشكل. لاحظ انه انت راح تشطب على هاي المنطقة وهاي المنطقة. بصف المؤثر فقد اللي بيعمل مجال مين هاي المنطقة. طب ليش? ليش فقد هاي المنطقة? لانه بكل بساطة. النقطة اتش تقع امتداد هذا السلك. فاذا مالوش مجال ها. وهذا مالوش مجال. بس بصف مين المنطقة هاي بس. وصلت يا حبعي بي. تمام يا استاد. اذا المجال عند النقطة اتش مقدارا واتجاها. تيجي بتقول لي مجال اتش. ناشئ عن جزء من ملف دائري. مش ملف دائري كامل. جزء منه. تمام ممتاز. معي الاصلا. في ناس بقول لي استادي عن ليش معميز وكان السلك. استادي وضع صلى عن النبي. هيو. جزء من ملف دائري. اصلا قل لك هيو. نصف قطره الجزء الدائري منه. هس عكونوا جزء من ملف دائري. وهي المنطقة من هاش مجال. وهي المنطقة من هاش مجال. لانها النقطة امتدادهم. فورا انا عرفت انها ميو نوت. اي. ان. على ثنين. ار. هون بتبلش المشاكل عند الطلاب. البيو نوت عرفها. اربعة باي ضرب عشرة. والسالب سبعة. والتيار ايضا هيو بالسؤال. اتناعشر امبير نفس التيار ماشي كله بهذا السلك. صح? بتبلش الطالب عنده مشاكل انه شو ما بعرف. طب هاي اتنين. شو نصف القطر? نصف القطر ايضا سهل هيو. من هون لهون. قال لها بالسؤال نصف قطر الجزء الدائري تسعة سنتيمتر يعني هي تسعة ضرب عشرة والسالب اتنين. بس صفت المشكلة ايش الان? قدش لفة بعرفش ربع لفة نصف لفة ما بعرف. استادي ان تساوي ثاتا ثلاثمية وستين صح? نعم درجة. قدش ثاتا المصنوعة هاي هيها. ستين درجة اذا ستين عثلات مية وستين. سفر مع سفر. ستة عستة ثلاثين عواع عستة. ما صفت ستة عستة ثلاثين. طب تقسيم ستة واحد. تقسيم ستة ستة. صفت ان عبارة عن سدس لفة. ممتاز. اذا مسح لهذا الحكي. انا عرفت هسا قدش ان. خلص. يعني بالنسبة لي صارت لعبة المسألة. ان عبارة عن سدس لفة. يعني بتطلع لك تحكي لي واحد عستة. الان خلص. اختصاراتك عستة فيها واحد عستة فيها اثنين. لاحظ مش هون في اثنين وهون اثنين. ط صفت المسألة باختصار بسيط. فيه هون فوق اربعة باي ضرب واحد. يعني هي اربعة باي. على تحت فقط تسعة. والكل ضرب عشرة. سالب سبعة وتحت سالب اثنين. هي بتشطبها بترفحها لفوق. سالب سبعة زادة اثنين. سالب خمسة تسلة. هذا مجال مين? مجال النقطة اتش. طب لوين? هدا السؤال القوي. استاد معاذ هي. امشي مع التيار بتلاقينا جوة. اقول لك ما شو مع عقارب السألة? خرص لجوة. يا سيدي دي مش مستوى بالموضوع اعمل دائرة زي هيك صح? طب يلا ها امشي لجوة ولا مش لجوة. لو كانت تيار زي هيك اشو بتكون لبرا شف كيف? افهم مزبوط الفكرة في الملف الدائرة في الاشياء اللي بتعمل معها هون يا لجوة يا لبرا. هس فكرة انه يجي الملف الدائرة افقي او عمودي ما جابع حتى الان. احنا ما اطرقناش الها هون. بس راح نشوفها لقدامه. بس نصدفها راح اقول لك كيف تتعمل معها. يعني مقصدي بالكلام. اعتبر جاب لك الملف بهذا الشكل. صح? ممتاز. وقال لك يا طويل العمر التيار هيو. ماشي بهذا الشكل. طيب شو بدك تسوي? يعني اسمع كيف انت بتتخيل الموضوع? دقيقة زبط الكاسة. كيف تتخيل الموضوع? هس لما كان الملف بهذا الشكل هيو. اعتبر حالك هي ملف مش انت شايف على الكاميرا ملف? نعم. يعني دائرة صح? طيب كيف كنا نمشي? نمشي زي هيك بتلاقينا برا الصفحة. برا الشاشة. موج بزد. طيب بلكي جاب لك الملف بهذا الشكل. شايف كين كيف? بلكي جاب لك يا بهذا الشكل. وقال لك معلم هاي التيار ماشي هيك. طب عادي. طيب كيف? امشي معها. بتلاقيه لليسار وصلت. بتصير المجال المغنطيسي كيف لليسار هون الناشع عنه. وصلت. طيب بلكي جاب لك الملف بهذا الشكل يا استاذ معاد. وقال لك يا الله هيو هيك. اه انتبهوا مزبوط. تيجي بتقول لأستاذ هيك. للواي. خطوط المجال لين للواي. عشان اريح بالكم في الملف الدائري بعدين معكست امي هي. في الملف الدائري. اذا اجي الشكل الدائرة مسطح على الورقة فورا مستوي على الورقة. اعرف ان الاتجاه يا موج بزد يا سالب زد المجال. بالدول يا هيك يا هيك طيب. اذا اجت الدائرة مش بهذا الشكل اجت اما زي هيك. واما زي هذا الشكل صح? طيب اذا اجت افقية اعرف انه اي استاذي مجالك على الواي. هو مجالك رح يجعي ع الساعة. عدد المجالك سيجعي ع ساعة. أستاذ اعتبر التيار زيك. امشي مع التيار بتلاقيه وين? على ال واي. وصلت? طيب بل كي يجب هذا الشكل. طيب استاذ علي اعتبر مجالك زيك. هسا هو الفكرة انت بدك تخيل من وين اي. من طرف الحلق الطالع من اللي جوة. ده اعتبر هاد الطالع هداك اللي جوا خلاص سيبه. ببلش من الطالع. اسمع اعتبر عندك يعني زيك طلّ. اعتبر عندك ذا شكتل. هيا هيا. هو الطرف الطالع هيك التيار صح. طب امشي مع طب لو كان هيك نازل عادي طلعوا كيف مش هسا التيار نازل زي بنزول طب ها امشي معاه لليمين بهذا الشكل يعني اذا كانت الحلقة بهذا الشكل معنات المجال لليمين او اليسار اذا كانت بهذا الشكل معناته موج بواي او سهل بواي و اذا كانت مسطحة على الشاشة او على الورقة موج بزد او سهل بزد هذول الافكار ما ذكرهم حاليا هون لكن مش غلط انك تعرفهم لانه كل شي متوقع من الوزارة كل شي وارد من الوزارة اهم اشي لما تتعامل مع الحلقة بهذا الشكل انت اعرف ان الجزء اللي حطلك عليه التيار بهذا الشكل انه هو الطالع اذا هذاك اللي لجوه وصلت فبتبلش من الطالع دايما مش بتروح لعجوه بتكمل التيار تعمل ليها زي هيك بتروح لعجوه بتقول لي تعال يعني هاي هذا نازل كيف يعني عكست الدنيا لني يصال طب هون لليمين لا 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 اختار الجزء الطالع من الحلقة يعني هاي نجرب على خاتم الذبلة عاصل بتبالش من الشكل هاي طلع يعني اعتبر الحلقة محطوطة بهذا الشكل شوفين كاميرا فيه جزء طالع اليك فيه جزء لجوه لو كان التيار زي هيك امشي معها زيك بتلاقينا وين هيش جهة وصلت يعني سلامة فهمكو طيب يا سيدي تعشف هذا السؤال عندك الشكل هون يعني عشان تفهم الفكرة وتكون مستوعبين 100% في الشكل حدد مقدار التيار المار في الملف تمام يعني المجهول قدش التيار اذا كان مقدار المجال المغناطيس المحصل في النقطة اس هو 8 و 8 و 8 و 7 و 14 و 5 و تسلا وما اتجاه المجال المغناطيس المحصل عند تلك النقطة يا سيدي بنتشوف مش مشكلة انا عندي هسا عن نقطة اس في مجالين بيأثر عليها هناك طلاب راح تقول لي لا فيه اربعة بيقوله كيف بيقولك تعال هاي مجال نصف دائرة نصف ملف و هاي مجال كمان نصف ملف ممتاز يعني اعتبر هاي بي 1 هاي بي 2 بيقوله لك انه هذا كمان هذا السلك مجال اوكي بس هذا تطلع على النقطة عمتداده فنهم المجال وهذا مجاله سفر شايف النقط عمتداده وصلت يعني هسا عندي هذا المجال انا في عندي مجالين انا قدش في عندي في عندي مجالين مجال ناشئ عن هذه الحلقة و مجال ناشئ عن هذه الحلقة احسنتم اذا انا بتعامل مع مجال الحلقة يعني يش القانون اكيد انا اياكم عارفين انه ميو نوت ان اي او اي ان على 2R ممتاز انا عندي نصف لفه نصف لفه يعني شوف اده اقولك شغلة عشان اعرف انا من المجال الاكبر من المجال الاصغر افترض هذا السلك الاول و افترض هذا السلك الثاني ممتاز فانا عندي مجالين عند النقطة أريد أن أعرف إذا المجالين في نفس الجهة أو عكس بعض نرى المجال الأول كيف هي لبرة يعني هاي مجال واحد شو ماله لبرة نرى مجال اثنين لجوه يعني هاي مجال اثنين لوين لجوه الآن أنا مطالب أعرف كون هم اثنين عكس بعض معناته طرح المحصل طرح كيف لما تلاقي قوة على يمين قوة على اليسار فبتقول لي كبير نقص صغير طرح بس أنا مشكلتي ما بعرف مين الكبير ومين صغير أستاذي شوف الخيارات المجالين نفس الميونوت ونفس الان هاي نص وهاي نص ونفس التيار ممتاز بصف الفرق بالار اللي إله اكبر يعني نصف قطر اكبر أكيد مجاله هو الصغر مين نصف قطر اكبر؟ الملف الثاني هيه جزء من الملف الثاني صح؟ نصف قطره هيه اكبر معناته هو مجال الاصغر يعني مين المجاله اكبر؟ مجال واحد لنصف قطره اصغر يعني هذا الاكبر شايفين كيف؟ يعني المحصل انا عرفته المجال المحصل عند S رح يكون عند الكبير ناقص صغير لهم عقص بعض لو في نفس الجهة خلص اجمعهم الكبير بي واحد دقيقة قلنا بي واحد هو الاكبر لنصف قطرة اصغر ناقص بي اثنين المحصل قدش طلع عنا الثمانية وثمانين على سبعة ضرب عشرة والسالب خمسة احسنتم الآن بالتأكيد 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 اتجاه المجال المحصل رح يكون بنفس اتجاه المجال الاكبر انه هو لا الخارج فعرفنا النقطة كيف رفناها قلنا نفس الميو نوت ونفس الاي ونفس الان قررنا بناءنا الار العلاقة عكسية الذي لديه نصف قطر اكبر لديه مجال اصغر تمام ممتاز فهذا نصف قطره اكبر اللي هو مجال السلك الثاني ملف الثاني اذا خلص نصف قطره النصف قطره اكبر اذا مجاله اصغر تساوي ان انتو عارفين القانون هيو ميو نوت هيو ميو نوت اربعة باي ضرب عشرة والسالب سبعة نعم ضرب ان استاذي نصف لفه ضرب التيار احنا اصلا بنحاول نحسب التيار هو المجهول اصلا على اثنين ار يعني هاي اثنين ضرب قداش نصف قطر الاول انا قاعد بحكي عن مين عن الاول قداش نصف قطر الاول هي الاول نصف قطره هيو واحد سنتيمتر يعني بتحكي عن رقام فخمة واحد ضرب عشرة السالب اثنين ناقص خلصنا خلص خلصنا الله يعطيك رعافية السلك الثاني قده اللي هو الملف الثاني مجاله قداش نفس القانون هيو ميو نوت ال نص لفه طيب هيو ميو نوت قداش اربعة باي ضرب عشرة والسالب سبعة ضرب نص لفه ضرب التيار نفسه صح ولا لا نعم يا استاذي هيو التيار اللي مار هون نفس التيار اللي هون نفس التيار كمل معي يا حلو هاي اثنين نصف قطر الملف الثاني قداش هيو ثلاث سنتيمتر يعني بتحكي عن ثلاث ضرب عشرة السالب اثنين طيب صف فقط اي المجهول في كل هاي المسألة الآن نبسط الأمور احسن لاحظ معي اني انا بقدر اختصر اختصارات عالمية هون بقدر احكي هون عثنين فيها واحد عثنين فيها ثنين الاثنين هذا راح مع هذا الثنين ممتاز الآن نفس المبدأ هون عثنين فيها واحد عثنين فيها اثنين اثنين هذا راح مع هذا الثنين طيب يا سيدي فصفة في عندك فوق فقط باي ضرب اي يعني هي باي اي ضرب عشرة السالب سبعة فوق تحت سالب اثنين وش طبها رفحها لهون موجب اثنين صح فصارت سالب خمسة ناقص طب نفس الاشي هون شوفي عندك يا حلو هون راح تقول لي استاد شوي هون تحت كان في واحد فكنت احكي باي ضرب اي عواحد هون لأ هون باي ضرب اي عثلات هاي باي ضرب اي في المقام ثلاثة شايفينها نعم يا استاد معان مية بالمية نفس الاشي ضرب عشرة سالب سبعة ناقص 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 يعني سالب خمسة حلوين طبعا عندك انت كالعادة هون ثمانية ثمانين على سبعة ضرب عشرة السالب خمسة الآن نكمل حل مع بعض يا حلوين تعالوا هون هالساعة انا بدي واحد مقامات وبالتالي هون المقام عشان اطرح صح ولا لا نعم هون المقام واحد اضرب بثلاث اضرب بثلاث صح نعم ضربت بثلاث ضربت بثلاث في مشكلة لا والله نفس المقام ممتاز اذا اطرح البسط من البسط ثلاثة باي اي ناقص باي اي بسير اثنين باي اي على مقام واحد اللي هو ثلاث صح ضرب عشرة والسالب خمسة هون شو في عندك ثمانية ثمانين على سبعة ضرب عشرة السالب خمسة كل هذا الحكي بس عشان احسب لك قدش تيار راحت هاي المحترمة مع هاي المحترمة لانه عشرة السالب خمسة على عشرة السالب خمسة بروح مقام ثمانية ثمانين ع شرح اثنين باي اي ع ثلاثة. راح تعمل ضرب تبادل خلي الاقام زي ما هي تتوالدانش ثمانية ثمانين ضرب ثلاث هي ثمانية ثمانين ضرب ثلاث تساوي سبعة ضرب اثنين باي اي يعني سبعة ضرب اثنين ضرب اي اعتبرها اثنين وعشرين ع سبعة وهي ضرب اي في مشكلة لا طب بلش حملة الاختصارات العالمية انا اياكم نعرف انه انت بتقدر تحكي ع سبعة ع سبعة فيها واحد صح فصفت هون ثمانية ثمانين لا تضربها لا تضربها خلي هسا بحكي لك ليش بمجرد ما وقعت عينك على ثمانية ثمانين وهذا الحكي اعرف انه في اشي بدك اياك اثني ضرب اثنين وعشرين شطط اي صح راح تقول لي ع اثنين ضرب اثنين وعشرين باي فيها 8-80 على 2 فيها 1-2 فيها 2-2 فصف هون 2 ضرب 3-6 اذا انقدر اصطف الطيار 6 امبيرو بس والله يعطيك العافية شفت المسألة اللطيفة الخفيفة البسيطة والله هي سهلة بس بدها شوي التركيز بس هاي عملية عكسية ان انا بدي اشيك تحسب لي المجال محاصلة انا بدي اعطيك المجال محاصلة بدي يطلع اليها كافي يعني اعتبر في عندك صندوق و قلت لك انت في عندك هون F1 و هون اعتبر F2 وحكيت لك هون F1 13 نيوتن وهون مثلا هاي 8 نيوتن هس ع كم المحصل بدي يطلع بالتأكيد المحصل 13 ناقص 8 فيها يا أستادي 5 نيوتن هس ع شو اللي عمله هون بهذا السؤال اللي عمله كل آتي ممكن أقول لك كيف تحادق عليك أقول لك لا اعتبره محصل معك وهي مجهولة وعرفت انه هاي الكبيرة فبتقول لي أكيد المحصل عبارة عن الكبيرة ناقص الصغيرة فبتصير Sigma F تساوي الكبيرة 13 ناقص F2 فبتقول لي خلص شوفت كيف ما ألطف الأمور فبتقدر تحكيني أنقل هاي الطرف الثاني هاي الطرف الثاني تطلع F2 عبارة عن 80 ناقص يعني فكرة عكسية الآن نكمل المسائل بهذه المسألة لسه وين جاينا شغل يا حلوين منتب لسه ممتاز هاي المسألة خلصناها الله يعطيك العافية نشوف شو متبقي ولا لا شكلها اليوم الصهرة صباحية كبير نكمل عند هذا السؤال الآخر سؤال وقفنا عنده الآن فكرته أيضا لطيفة ومباشرة وعندك ملف وعندك سلك نفس السياسة التي تعملنا معها لا راحة ولا إيجاد فالآن الفكرة اللطيفة بهذا السؤال أيضا مرت علينا سابقا أنت في عندك النقطة هون تمام بيقول لك في الشكل المجاور شوف كيف يعني هون عكسية أسبح كلكم شو قصدي حدد نصف قطر الملف الدائري اللي هي R شوف لكي ينعدم المجال المغناطيسي في مركزه اعتبروا النقطة هاي المركز C فهو هسا يتكون علما بأن الملف يتكون من لفتين حسا عشان ما تتخربط انت شوف لنقطة C كم مجال مغناطيسي يؤثر عليها بالتأكيد في عندي مجال ناشئ عن هذا الملف ومجال ناشئ عن هذا السلك يعني مجالين يعني في مجالين بيعتروا طيب الآن مش هاي النقطة C نقطة انعدام مجال مغناطيسي إذن المجالين متسويين مقدارا ومتعكسين اتجاها بدليل القول شو كيف متعكسين اتجاها التيار هيكة يعني لبرى المجال الناشئ عن ملف هذا السلك يعني أشوف هون مجال الناشئ عن ملف لبرى السلك هذا طقت عند النقطة C طلع هايو هيك طقت هون إذن كل منطق هاي اكس لجوه فأنا عرفت انه مجاله برى مجاله جوه متساويين يعني المجال عند النقطة C راح يكون سفر صح معناته المجال الناشئ عن هذا الملف مساوي مجال الملف مساوي للمجال الناشئ عن هذا السلك يساوي مجال السلك هاي فكرة عكسية رطيفة مجال الملف عبارة عن إيش ميو نوت آي إن على ثنين باي لا وين ثنين باي ثنين آر ففش ثنين باي يا باش على ثنين ضرب آر نصف القطر تساوي طبعا هون نوه تيار هاي واحد أمبير عرفينا طب المجال السلك ميو نوت آي على ثنين باي آر طب نشوف شو بدنا نسوي اختصارات عالمية هالسا لاحظ معي المعطيت الميو نوت اللي هون راح تروح مع الميو نوت اللي هون التيار اللي هون المار في الملف عبارة عن واحد أمبير طيب عدد اللفات اثنين صح يعني واحد ضرب اثنين اثنين وهي اثنين ضرب نصف قطر الملف اللي هو أصلا مطلوب هذا المجهول هذا المبتغانة في هذا السؤال كله التيار هون قديش هايو التيار اللي في السلك اللي في السلك هايو ثمانية باي ايه ثمانية باي أمبير اذا هاي ثمانية باي على ثنين باي ضرب بعد السلك عن نقطة عن نقطة سي هنسا شوف كيف الغدر في الأسئلة هاي هو معطيك البعد عن بارد المستريح هايو من هون لهون عشرة سنتيمتر صح طيب يعني عشرة ضرب عشرة السالة باثنين يعني واحد ضرب عشرة السالة بواحد يعني هاي فيها واحد ضرب عشرة السالة بواحد صح نعم الان بلش اختصاراتك العالمية رح تقول لي بكل بساطة يا أستاذ معاد الباي رحت مع الباي على ثنين فيها واحد أثنين فيها أربعة فصفت هون عندك كالآتي لاحظ معاي اثنين على ثنين ار رحت اثنين مع ثنين صفت واحد على ار واحد على ار تساوي فوق اربعة عندك عشرة السالة بواحد تحت ارفح على فوق عشرة قص موجب واحد صح اربعة ضرب عشرة فيها اربين ممتاز على طب شو في تحت يا أستاذي اطلع انت مزبوط ايش في تحت ايش في تحت هون في اختصارات اشي دقائق شوية ساوي عشرة أستالب واحد نعم اثنين باي نعم البي رحت مع الباي وهاي واحد ضرب عشرة أستالب عشرة سنتم تر يعني عشرة واحد ضرب عشرة أستالب واحد نعم احي اربعين نعم نرفحها لفوق بسير موجب واحد فصفت هون اربعين طبعا هون واحد تحت ضرب تبادل يا أستادي صفت كالآتي واحد ضرب واحد واحد تساوي اربعين ضرب ار هاي اربعين ار الان تعالوا معي يا حلوين نكمل الحل على اربعين باي على اربعين فصفت ار تساوي واحد على اربعين واللي هي بمعنى القول عبارة عن شو يا حلوين عبارة عن واحد على اربعة ضرب واحد على عشرة صح طيب طيب كيف انا درسطت عشان اطلحها قديش بالزبط واحد اربعين ولا انا بقدر حسبة فوق واحد على اربعة فيها قديش خمس وعشرين بالمية صح ولا لا نعم ضرب واحد على عشرة نعم يعني ضرب عشرة والسالب واحد فصفت ار تساوي خمس وعشرين بالمية ضرب عشرة والسالب واحد تقدر كمان تكبر وتزغر او ازغر وتكبر المناسب طلعت ار حابت طلع اربع سنتيمتر عادي جدا اعملها سنتيمتر طلع كبر صارت ثنين ونص ضرب عشرة وسالب اثنين متر تقدر شير عشرة وسالب اثنين فهيك انت رجعتها الاثنين ونص سنتيمتر يعني نصف القطر طلع اثنين ونص سنتيمتر اذا انت مش عارف تحولها انا بقول لك كيف مش طلعت معك نصف القطر واحد على اربعين متر طيب احسا لما تحول من سنتيمتر لمتر شو كنت تسوي انت كنت تقسم عمية طب لما تحول من متر لسنتيمتر كنت اضرب بمية فبتقدر بكل بساطة تحكي لي تعال ار تساوي واحد على اربعين اضرب بمية يا عزيزي فصارت سفر مع سفر عشرة على اربعة فيها ثنين ونص سنتيمتر شفتو كيف حولها المتر مرة ثاني بترجع اثنين ونص ضرب عشرة وسالب اثنين اللي هي واحد على اربعين فهاي ذاني وهي ذاني وكله بيودي لنفس الحاجة وما فيش مشكلة هو فقط طالب منك نصف القطر وبيكون حاطلك بالخيارات ليش انا علمتلك تحولها من سنتيمتر لمتر وهي الامور انا بيقول لكم فيها تنبيهات اعتبروا النقطة اي هي الدائرة بي هي الدائرة سي بتلاقي حاطلك مثلا هون اثنين ونص سنتيمتر هون خمس عشرين سنتيمتر شفتو كيف بلخمك طب انت طلعت بالمتر حولها لسنتيمتر طب انا كنت لما حول من سنتيمتر لمتر اقسم عمية يعني اضرب عشرة وسال اثنين هسا لعا هون طلع كيف مش تقسم عمية تضرب بس هاي هي الفكرة فيه كمان خدع بيقى فيه على المنطلب انه ما يعطيك هاي عشرة سنتيمتر يكون ما يعطيك هاي المسافة من هون لها هون مثلا قديش سبعة ونص سنتيمتر فالطالب المسكين بروح بيحط لك بعد السلك على النقطة سبعة ونص عادي هي ليس سبعة ونص سبعة ونص زائد نصف القطر اللي هون قديش طلعنا اثنين ونص فبسير سبعة ونص واثنين ونص قديش فيها عشرة سنتيمتر بس سهل الامور وبيرفكت لي حلمين طيب اه نشوف هون السلك كمان نفس ايه كمان افكار قاعدين احنا نفسس من امر على افكار تمام تمام بيحكي لك السؤال السلك مستقيم لفة على شكل ملف دائري لفة واحدة يعني مسكت هذا السلك لفيت ولفة واحدة ممتاز ومر به تيار كهربائي لينتج مجال مغناطيسي عند مركز الملف هايو في مجال هون اعتبر مركز الملف الدائري ممتاز المجال الناشع عن هذا الملف الدائري هايو بيه هالساع فاذا لف السلك نفسه مرة اخرى على شكل ملف دائري مقوة من اربع لفات يعني انا بدلا ما كلفه عملته كمان مرة لفيت واربع لفات ويمر به نفس التيار هل ساعر بيمر في نفس التيار فان المجال المغناطيسي عند المركز قديش طيب المجال المغناطيسي لما كانت هون قديش كان بالله كان عبارة عن اثنين وين اثنين واحد الله وين اثنين كان عبارة عن ميونوت باي بإن على اثنين ار طيب هذا المجال الناشع عن هذا السلك المعمول على شكل لفة واحدة ممتاز نعم يعني بدل ان شو بتحط واحد بس الان انا عرفت المجال الناشع عن هذا السلك بس عملت لفة واحدة الهو ميونوت ضرب التيار اللي انا عارفه ضرب اثنين ضرب نصف قطر ما عمنا اي مشكلة نهائيا فيه هزا هذا خلصناه خلص شطبلي عليه تعال شوفلي لما تعمل هذا الملف اربع لفات اي مشكلة اي مشكلة يمر فيه نفس التيار شو بيصير بمجال المغناطيسي تعال المجال المغناطيسي الجديد عبارة عن ميونوت نفسه ما تغيرت صح طيب ايضا نفس التيار تغير التيار لا نفس التيار قداش التيار هايو فيمر به نفس التيار يعني هي نفس التيار عدد اللفات اربع لفات على اثنين ضرب اكيد كمان نفس نصف القطر لانه نفس السلك مرة اخرى عن شكل ملف دائل بكوم من اربع لمرات يمر فيه نفس التيار كمان مرة ثانية نفس نصف القطر ما فرق اشي كيف نفس نصف القطر سادي تفضل نفس نصف القطر فتطلع شو بدي يسير طلع لي الاربع على بره الدخيله هاي الرقم هتطلع لي بره بسير اربع ضرب ميو نوت اي على ثنين ار صح طبعا ها ميو نوت اي على ثنين ار بالذكرة في بي بي الجديمة فبقدر اشطب هاي المحترمة هتخلص هاي اربعة ضرب بي يعني شو صار فيها اربعة بي متفقين مية بالمية جماعتي نعم يا استادي مية بالمية وهاي الفكرة فقط قداش طلعناها اربعة بي في اعتراض في مشاكل لا هسا في فكرة دقيقة شوي خلينا اتأكد منها تمام 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 اوكي كان على شكل لفة صار على شكل نعم مية بالمية في فكرة انا كنت بدي اتأكد منها صراحة اللي هي المحيط السلك كان عبارة عن اثنين باي ار ممتاز لفة على شكل ملف دائري لفة واحدة فقط فلو اعتبرنا انه لفة واحدة ممتاز الان نفس مهد السلك راح تلفيته اربع لفات يعني صارت اربعة ال بالزبط كانت متوزعة لا هون ما فرقت معنا فصار ال عبارة عن لو كان طول السلك واحد على اثنين باي طيب الان تمام على لفة واحدة هذا الحقيقي هذا الحقيقي على لفة واحدة طيب هون شو صار يا استاذي هون اللي رح تعملوا هسا لما تلفوا اربع لفات دقيق احنا عشان نفهم الموضوع عشان ما نكون مستوعبين الموضوع مية بالمية كل فكرة انه انت في عندك سلك تمام تساوي ال على اثنين باي في مشكلة لا والله يا استاذ الان خلصت هاي المهمة رحت شو عملت يا استاذي رحت في الطلاف خلصت هاي المهمة مية بالمية وطلعت دا المجال وخلصتهم رحت لفت السلك نفسه يعني نفس الطول لفيته اربع لفات ممتاز يعني في كل لفة يعني اربع لفات يعني ال هاي لفة هاي لفتين هاي ثلاث هاي اربعة يعني انت هون تقدر تحكي يا استاذي نصيب اللفة اللفة الوحدة قديش الا على اربعة خمس لفات نصيب اللفة الوحدة الا خمسة يعني تعال اذا انت رحت مسكت نفس السلك لفيته اربع لفات معناته قديش نصيب اللفة الوحدة ركز على كلامي كم نصيب هون نصيب اللفة الوحدة هيو طيب اذا انت لفيته اربع مرات يعني مثلا هاي ال ال اعتبر كانت ال 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 اتنعشر سنتيمتر صح لفيتها كان الدائرة الوحدة او اللفة الوحدة تعطيك ثلاث سنتيمتر طيب لف مرة ثلاث سنتيمتر كمان مرة ثلاث سنتيمتر كمان لفة ثلاث سنتيمتر كمان لفة ثلاث سنتيمتر مرة ثلاث سنتيمتر سنتيمتر تساوي واحد على اربعة ضرب ال اثنين باي ممتاز طب ال اثنين باي شو تعطينا تعطينا ار القديمة يا عين عليكم اعطتنا ايش ار القديمة هو الاختلاف نصف القطر دير بالكم يعني حل للسؤال هذا قب شوي غلط طب ليش غلط يا استاد معاد لانه باختصار بسيط انا افترضت انه تعال افرجيكم شو كان الغلط عندي انا اوضح لكم شو كان الغلط عندي مش كان السلك لما عملته اول مرة لفة واحدة كان المجالة المغناطيسي ناشع عنه ميو نوت باي ضرب لفة واحدة على اثنين ضرب نصف القطر صح هس لما جيت بدي اطول نفس السلك مسكته عملته اربع لفات ركز عملته اربع لفات فقل تعال حسب لي المجالة الجديد لهذا السلك راح تقول لي تعال هو نفس الميو نوت ونفس الطيار قداش لفه هون اربع لفات احنا افترضنا انه نصف القطر ما تغير يعني لحت افترضت انه نصف القطر هو نفسه ار لا مش نفسه ار نصف القطر اللي اكتشفت انه شو ما له هون هون اتغير طلع الربع ار وصلت انا هاي الفكرة بدي اوضح لك اياها نصف القطر شو صار فيه هون اتغير طب ليش اتغير انت منطقيا امشي اكسرك لفه مرة اوكي هين طلع ار طب لفه اربع مرات نصف القطر رح يختلف يا استاذي وصلت رح نصف القطر يقل هسه طب كيف ده طلع نصف القطر الجديد فشو رحت عملت عملت الكلاتي عشان افهمكم شو اللي عملته يعني هون احنا متفقين على الفكرة يعني هون الحل مش اربع بيه مش اربع بيه مستحيل لانه مش نصف القطر الملف لما لفته اربع لفات نصف قطره مش نفس نصف القطر لما يكون لفة واحدة بس فتطلع كيف ده طلع هذا الموضوع تعالوا معي عشان ااكد لكم اياه مرة ثانية عشان تكون انا خطر في بالي اخي داعد مفكر ما هو نصف القطر تغير ايش فيه اخوان اكيد فيه ايش غلط لانه نصف القطر الاصل انه شو ماله يتغير هيك الاصل هيك احنا بنعرف فشو عملت قلت تعال هسا بتاكد انا بعيني قلت لما كان لفة واحدة لفة واحدة كان طول السلك كامل خلص المحيط نفسه صح ممتاز طول السلك كامل اخذ للمحيط اللفة ممتاز فصار خليلي ار موضوع القانون اعتبر هاي ار اعتبرها خلص اعتبر تتعامل مع نصف القطر هذا خلص هي ار موضوع القانون عبارة عن ال عثنين باي هسا هون لا هون اختلف الموضوع بالخلص عملت لفة والفتين ثلاثة اربعة يعني كل لفة اخذت ربع ال انت عندك ال صح بتاكد لتاخد اربعة لفات كل لفة بل عغب وسعت ال ال على اربع لفات وصلت �ولد تساوي اثنين باي ار الجديدة تتعامل مع الجديدة صح نصف القطر الجديد فصار نصف القطر الجديد عبارة عن ايش يا حلوين عبارة عن ايش عبارة عن ال على اربعة ضرب اثنين باي والاية واحد على اربعة ضرب hel ع اثنين oppressed والاية واحد على اربعة ضرب hel ع اثنين oppressed ども أسفت نصف القطر الجديد بعدما انت لفيت اربعة لفات عبارة عن ربع نصف القطر الجديم وصلت وهذا السؤال هlüجر نصف طلاب المملكة بها الفكرة دير بالكم انتبهوا انه لما انت زادت عدد اللفات اختلاف نصف القطر يعني عشان ارخص عليك الحكاية دائما 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 بدك القاعدة هاي اذا اختلافت نفس الفكرة تقدر تحلها وما تتغلب نهائيا خلص استخدم هاي القاعدة اعتبرها L على n تساوث 2 by R هون L على n قديش واحد خلاص L على واحد L تساوث 2 by R هون L على n قديش 4 L على 4 مصلت كانت 10 لفات خلاص L على 10 تساوث 2 by R اعرف شو تغيير فانت نصف القطر جديد تعال مش انت حكيتلي هون بيل جديدة صح عبارة عن الميو نوت نفسها التيار نفسه وعدد اللفات حطته اربعة وهي اثنين ضرب ار الجديدة قداش ار الجديدة هيها واحدة لاربعة ار القديمة صح نعم يا استادي طلعت الربع ار القديمة هس على الارقام الدخيلة اسحب لي اياها بره كل رقم دخيلة هاي المسألة طلع لي بره قلع لي ايا بره هاي الاربعة دخيلة والربع دخيل طلع ليهم لبره فالان انا عندي اربعة على ربع ممتاز الارقام دائما خذ قاعدة دائما الارقام الغريبة طلحها لبره اي رقم غير القوانين او غير الاشي الموجود في قانون طلعوا لبره فانت بدك تطلع الاربع لبره والربع لبره فصفة في عندك ميو نوت اي على اثنين ار الان اربعة لربع كداش فيها ستاش يعني اربع تقسيم ربع يعني اربع ضرب اربعة على واحد ستاش ميو نوت ضرب اي على اثنين ار هاي بشو تذكرك يا استادي المجال المغناطيسي لما كان لفة واحدة كان عبارة عن ميو نوت ضرب التيار ضرب لفة واحدة على اثنين ار صح طب هيو نفسه تكرر وين هيو نفسه هون يعني اشيل هاي شو احط احط بي هاي شو بيل جديدة طلع كيف بيل جديدة شو تساوي 16 بيل جديدة يا عيني عليكم هذا ملخص القول يعني الطالب اللي حط هاي هذا خطأ زي ما انا وقعت بالفخ بالبداية بعد انه قلت يا معلم اكيد كيف نصف القطر نفسه قلت فيه غلط نصف القطر مش نفسه اكتشفت انه لا هاي الاجابة الصح نصف القطر يتغير بتغير عدد اللفات وهيك المنطقي وجرب عمليا روح جيب اللفة لفتين ثلاثة بتغير نصف القطر يقل في كل مرة والقاعدة الشاملة كانت ال على ان تساوي اثنين باي ار بس شكرا اليك هاي بتحللك كل مشاكلك كانت لفة واحدة خلص ال عا واحد تساوي اثنين باي ار كانت لفتين خلص كل لفة نصف ال لما تمزك هاي حكي مت بتعمل معها لم يكون عندي سلك اعملوا عشكل حلقة او عشكل لفات او ملف دائري بس هاي القاعدة مت بتستخدمها لما يكون في عندك سلك ويقول لك اعملوا على شكل ملف دائري بس فيما تبقى للسعادة السؤال سؤالين ثلاثة تمام تمام هذول المسائل يعني الاصل انه اكتفي فيهم لهون بس خلينا نحل هاي المسألة في الاخير ونقول لك يعطيك العافية الان طرح شو بحكي لك اثبت ان محصلة المجال المغناطيسي عنده النقطة ام تساوي سفر لاحظ انه طلع انت عشان تفهم الفكرة هذا مش ملف كامل هذا التيار بيختلف عن هذا التيار لاحظ معي انه التيار هيكة راح عمل هون الملف وهون ملف وصلت يعني مش كافر في انت ما هي فيه تيار ماشي هيكة والتيار ماشي هيكة مستحيل يزوط معاك لو كان ملف الاسمع لو كان بهذا الشكل اللي بتحكي معاه انت بهذا الشكل مثلا وقالك تعال انه التيار زي هيكة وقتها الامور اختلفت شوي بقولك ها فيه منه انه هاي لفة وصلت بالزبط بده المجال المحصل عند النقطة ام لاحظ انه هذا السلك لا يؤثر على المجال وهذا السلك لا يؤثر على مجال لانهم بيوازوا النقطة تقع على امتدادهم وبالتالي انت زي كأنه عندك مجالين بيأثروا مجال لملف فوق هيك تياره ومجال لملف تحت هيك تياره طب ليش هدول ما افترضنهم ملف واحد ريحنا راسنا لانه يا استاذ التيار اللي مار هون بيختلف عن التيار المار هون لانه في عندك تيارين عكس بعض مش عكس بعض قصدي انه مش ملف كامل تدمجهم زي هيك تيار هيك خلص هي بكمل لأ انت بلدك تحط ملف كامل طب تيار هيك وتيار هيك شو بدي سير ايش بدي سير تيار هيك تيار هيك لتوك بعض كيف ها الفكرة اللي بحكي عنها فانت هسه عندك مجالين بيأثرو اعتبر المنطقة هاي الملف الاول و المنطقة هاي الملف الثاني الان مش هو بديك تثبت ان المجال عند النقطة مين تساوي سفر ممتاز طليع لي قديش مجال الملف الفوق هذا طليع لي قديش مجال وهي الملف هذا تمام دخلص هاي الرسمة بعدين دخلع الملف هذا ممتاز الملف هذا افترضناه انه هو الاول والملف هذا افترضناه هو الثاني لاحظ معي النقطة هون هي M بالمنتصف هي نصف قطرها R و نفس الاشي هون M بالمنتصف و نصف قطر R تعال حسب لي المجال هون الناشع عن ملف رح يطلع ميو نوت بI بN ع 2R طيب المجال الناشع عن هذا الملف الميو نوت والتيار عبارة عن نص I لاحظت شو التيار عبارة عن نص I تمام و عندك كمان نص لفة على 2R طلع لي الارقام الدخيلة لبرة انت خلي اثنين خلي كل اشي طلع لي النص والنص هدو لبرة مش بصيروا نصدر بنص ربع طلع ليهم لبرة هاي ربع هاي ميو نوت هاي I هاي اثنين R هذا المجال الناشع عن الملف الاول يعني هاي مجال الملف الاول عبارة عن ربع ميو نوت I عثنين R طب شوف لي مجال الملف الثاني بي اثنين نفس الاشي ميو نوت I N عثنين R تعال طبعا عشان تكونوا بالصور و نصف القطر R فلو شلتها حطيت R هيك سمول لا تفرقش اللي ميو نوت نفسها والتيار نص I هايو كتب لك نص I والن كمان نص لانها نص لفة على 2 وهي R سمول طلع النص والنص لبرة بسير ربع ميو نوت I على 2R كم مجال السلك الثاني هيو ربع ميو نوت I على 2R كم مجال السلك الاول ربع ميو نوت I على 2R هذا المجال نفس هذا المجال ايضا هما متصويا في المقدار ممتاز ومتعاكسان في الاتجاه الدليل على كلامي تعال هاي عندك اللفة هاي طلع صاح التيار هيك لجوة يعني هون شو المجال لجوة طيب التيار هيك لبرة مجال لجوة ومجال لبرة ونفس المقدار قداش محصلتهم سفر يعني المحصلة المجال عند M اعتبر يا سيدي B1 ناقص B2 ما فرقت أو B2 ناقص B1 لهم نفس المقدار مقدار ناقص نفسه بيطلع لك قداش يا حلوين بيطلع لك سفر بكل بساطة وسلاسة خلصنا هاي الفكرة وامورنا فل شمعة منورة الان هاي الفكرة وهاي الفكرة باذن الله رح اخصصهم للحصة القادمة ولا نخلصهم هالساعة والله ما نعرف دقيقة شوية دقيقة شوية هالساعة الحصة القادمة رح ابلش بالملف اللولابي ممتاز معناته خلينا ابلش بهاي الفكرة الحلوة الامور انهيها على السريع يمثل الشكل انت عندك النقطة سي ممتاز عندك هون سيليك ماشي 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 عمل جزء من لفة طالع لاحظ انه السيليك هون والسيليك هون من هم مش مجال لانه النقطة سي على امتدادهم يعني المجال الوحيد الناشئ هو فقط مجال هذا الملف ممتاز فيش غيره فبيقول لك لاحظ شوف المجال مش الوحيد سوري فيه كمان مجال خارجي احنا نسيينه يعني انا عندي النقطة سي المجال المؤثر على النقطة سي في عندي مجالين مجال الملف اعتبروا هاي مجال الملف وفي عندي كمان مجال شو مجال اوت الخارجي هس على اوت جاز خلينا بدل بناتهم عشان اعمل مساحة بيقول لك يمثل الشكل المجاور سلكا سين صاد فيه تيار ماشي فيه ومغمور فيه مجال مغناطي ستة ضرب عشرة وسالب خمسة يعني البي اوت قديش ستة ضرب عشرة وسالب خمسة تسلة لوين لجوه هايو واضح بالرسم هايو شايفينو بي اوت هاضي يعني خارجي مناش علاقة تتحرك شحنة كهربائية نقطية مقدارها اثنين ضرب عشرة وسالب ستة هي كيو يعني فيه قوة مغناطي بتأثر على شحنة بسرعة نحو اكس الموجب بسرعة معطي كمان السرعة ممتاز احسد مقدار واتجاه التيار الذي يجعل تلك الشحنة عدة مرورها بالنقطة سي يعني هي سي طلع هي النقطة سي صح انا بتعامل مع النقطة سي ممتاز انا بعرف انه فيه شحنة شو نوحة شحنة موجبة ممتاز اجت مشت من النقطة سي زي هي رايحة شرقا يعني هي تبعتها بس هل سع فيه شغلة ما بعرف وين اتجاه المجال المحصل عند النقطة سي لما اعرف اتجاه المجال المحصل عند النقطة سي بي صين الثتا طيب بس انا متأكد مية بالمية المجال المحصل راح يطلع يا موجب شوف يا موجب زد يا سالب زد يعني يا لبرا يا لجوه كيف عرفت هاي الحلقة محطوطة بشكل مسطح معناته يا موجب زد يا سالب زد والخارجي سالب زد لجوه معناته المحصل عرفته مع محور زد يعني الزاوية 90 فصفت انه اطلع شو عطفت معطيك معطيك القوة المغناطسية معطيني معطيني الشحنة معطيني السرعة طيب فهيك انا بعرف كم المجال المحصل عنده النقطة مين عنده النقطة C فانت اذا عرفت المجال المحصل عنده النقطة C بتروح شو بتطلع يا أستادي بتطلع مقدار التيار انت تحسب مقدار اتجاه التيار اللي خلى هاي الشحنة باختصار بسيط عشان تفهم الفكرة اللي خلى هاي الشحنة تتأثر بقوة مغناطسية 40 x 40 x 6 نحو Y السالب طيب عشان نبلش من هذا الغشاش تعالوا معي القوة المغناطسية لوين نحو Y السالب معنى هذا الكلام اذا القوة المغناطسية نحو Y السالب بدي افكر في الموضوع كيف بدي افكر فيه انا عندي بي سي بي اثر في مجالين في بي آوت وفي بي لمين للملف اللي هو عبارة عن ايش مش هادا جزء من ملف نعم اللي هو ربع لفة كونه في زاوية 90 90 360 تطلع ربع اكيد انا عارف انه ميو نوت ضرب ربع لفة على 2 ضرب نصف القطر هذا ما بوجه مشكلة فيه الار عندي والميو نوت عندي والربع عندي بيظل المجهولة الوحيد اي طيب عشان اطلع اي معناته لازم هي المطلوبة منك احسب مقدار والتيار هي المطلوبة منك عشان اطلع اي لازم يكون عندي بي للملف طيب بي للملف القوة المغناطسية المؤثرة في شحنة بتمر عند النقطة C عبارة عن مقدار الشحنة ضرب السرعة ضرب المحصلة المجال عند C ضرب 90 طيب كدش القوة المغناطسية 40 ضرب 10 سالب 6 تساوي كم الشحنة يا أستاذ معاث هي الشحنة 2 ضرب سالب 6 2 ضرب 10 سالب 6 كم السرعة كم السرعة السرعة بصف المجال المغناطس المحصل عن C هو المجهول الوحيد لاحظ أنه سنبدأ حملة اختصارات هاي مع هاي ممتاز 2 ضرب 4 فيها 8 ضرب 10 سالب 5 صح 8 ضرب 10 سالب المجال عن C يساوي 40 راح تروح زي الأسد تحكي لي على 8 ضرب 10 سالب 5 باي على 8 ضرب 10 وس 5 فصف B تساوي 40 على 8 فيها 5 10 وس 5 راح على فوق بصير ضرب 10 وس سالب 5 تس كم المجال المحصل عن C طلع 5 ضرب 10 وس سالب 5 تس إذا طلع كدش ها 5 ضرب 10 وس سالب 5 تس أستاذ معاد أنت كيف عرفت أن طلع 5 ضرب 10 وس 5 سالب 5 أحسنتم الآن أنا صار في عندي مجال عند C وصار في عندي B out حسنا بدعرف وين B للملف بس شوي المجال عند C وين اتجاه الموضوع منطقي تعال مش قيل لك أن القوة سالب Y طب اطلع مظبوط عشان تفهم الفكرة اطلع مظبوط هاي القانون هاي سالب Y صح السرعة على وين موجب X معناته 100% المجال المحصل عند C سالب سالب تعال استخدم معي القاعدة السرعة نحو الشرق تمام القوة المغناطيسية نحو سالب Y فصف المجال المغناطيس للأصابع موجب Z سالب Z طب نشوف كيف السرعة نحو الشرق حسنا مش كنا في القوة المغناطيسية المؤثرة في جوسين مشحون كنا نحكي هذا السرعة وهي أصابع المجال المغناطيس وهي القوة كف اليد تمام السرعة نحو الشرق هيها نحو الشرق القوة المغناطيسية لين يا حلوين هي السرعة نحو الشرق القوة المغناطيسية هي كف اليد نحو سالب Y طب هسا نحو الشرق يمكن زبط نحو سالب Y بدك تعمل يا أستاذ تطلع عشان تفهم الفكرة نحو سالب Y طب هي السرعة نحو الشرق هي نحو الشرق كف اليد نحو سالب Y صاح مش كف اليد نحو سالب Y صارت الأصابع لوين المحصلة نحو موجب Z خارج من الصفحة زبط ها اقول لك شغلة حاول فيها انت مش انت عارف انه زد بس محتر موجب Z ولا سالب Z كيف دعرا جرب افترض انه سالب Z شوف بيزبط مع كل لا لو افترضنا انه المجال المحصل لسي اللي موجود هون نحو سالب Z معناته هاي المجال المحصل نحو سالب Z والسرعة نحو الشرق تطلع القوة موجب Y الغلط لا انا بدي القوة شو سالب Y معناته المجال محصل نحو موجب Z تأكد هاي موجب Z طالع من الصفحة هاي الشرق معناته القوة نحو سالب Y صح اذا محصل المجال لين رح تكون هذا خارج من الصفحة كيف رفت استاذي اثبتنا لقرب شوي خارج من الصفحة اذا هي نقطة طيب فكر في الموضوع فكر في الموضوع المجال المحصل خارج من الصفحة معناته مية بالمية البي او مسهول داخitic الصفحة هسה اذا كان المجال الملف داخل لصفحة لازم المحصل داخل للصفحة كمان وهذا الاشي مستحيل المحصل علىafa متاتل مية بالمية مجال الملف غصب عنده خارج من الصفحة واكبر عشان المحصل بنفس باتجاه هسه كيف كان محصل نحو اليسار معنات القوة الثانية اكيد 100% هي نحو اليسار وهي الاكبر لهيكسار محصل نحو اليسار شفت كيف فكرت بالموضوع بس يعني انا اتاكدت وتيقنت ان المجال الملف هذا لاحي يكون لخارج وهو الاكبر يعني المجال النقطة عبارة عن المجال الاكبر هو مجال الملف ناقص بي او تياعين عليكم كم المحصل طلع خمسة ضرب عشرة والسالب ستة تسوي كم محصل كم بي الملف انا ما بعرف مي الملف هي وميونوت اربعة ازرب عشرة السالب سبعة ضرب التيار والله يانستاذ التيار مشهول اصلا كل شغلنا عشان أن نطول حذرة التيار ضرب ربع على اثنين كم نصف قطر هذا الملف هيو نصف قطر هيو باي ضرب عشرة والسالب يثنين باي ضرب عشرة والسالب اتنين. طبعا هاي هي تقريبا هي اسخن فكرة بتيجا على فكرة المحصلات والافكار العكسية. ناقص كم بي اوت بي اوت هايها ستة ضرب عشرة السالب خمسة. ستة ضرب عشرة السالب خمسة. ضن يا جماعتي ضن مية بالمية. عشان ما اكونش متخربط تمام. نحو موجب اكس نحو سالب واي. نحو موجب اكس. نحو سالب واي. معنات القوة لبرا نعم خارج. معناته هذا نعم مية بالمية. حس انا بدي اطول اي. بدي ابلش حملة اختصارات الباي مع الباي. ممتاز. الاربعة مع الاربعة. احسنتم. انا صف عندي في المقام اثنين. ممتاز يعني واحد عاثنين نص ضرب عشرة. طبعا في اي لا تنساها. شوف افهمك كيف. تعال معي. عشان تعرف كيف تشتغلها مية بالمية. هذا البني اذا مشيره على الطرف ثاني انقلوا. راح تقول لي زائد ستة ضرب عشرة والسالب خمسة صح? باي. زائد ستة ضرب عشرة والسالب خمسة. هو السالب خمسة نعم والسالب خمسة. اه انا ليش هات هات سالب ستة هات سالب خمسة هايو سوري انا متخربط فيه. سالب خمسة هايو حسبناه هون يا حلوين هايو. خمسة زائد ستة احد عش ضرب عشرة والسالب خمسة تساوي هون في واحد طيب وهي صارت واحد هون اثنين واحد ضرب واحد ضرب تيار تيار عثنين يعني هي اي عثنين ضرب عشرة سالب سبعة تحت سالب اثنين اشطبها وزيدها هون صارت سالب خمسة خلاص وصلت الفكرة يا كبير راح تطير هايو المحترمة مع هايو المحترمة فصفة احد عش يساوي طيار عثنين ضرب تبادلي فبيطلع عندك الطيار يساوي اثنين وعشرين امبير ممتاز طلعناه الان هو كيف اتجاهه مع عقارب الساعة والعكس انت بدك بيل الملف شو تكون بدها تكون نحو الخارج معناته مية بالمية اذا نحو الخارج يا أستالي بدها تكون عكس عقارب الساعة الدليل على كلام متفضل اعتبر الملف كان هيك تياره امشي هيك بتكون لجوه هيك نحو الداخل بزبطش فاشوف شو بعملها بعملها هيك عكس عقارب الساعة طيب يلا امشي هيك محا بتلاقيها للخارج شو بتقولي هنا اثنين وعشرين امبير عكس عقارب او عقارب الساعة تمام يا حبيب القلب بس هاي هي الفكرة باختصار بسيط خفيف لطيف عشان الاخصال لكم الموضوع شو اللي صار اللي صار بكل بساطة انه انت في عندك مجالين بي اوت وفي مجال لهذا الملف يعني مجالين ففي مجال محصل عن سي ناشئ عن بي اوت ممتاز وناشئ عن بي لمين للملف الفكرة انه بي للملف عبارة عن ميو نوت اي ان عثنين ار حذرته شو مسوي بيقولك طولي اي التيار طلي على التيار ومعطيك غشاشين ثانيا معطيك غشاش جوسيم ماشي معند النقطة سي هسا اذا جوسيم مشى معند النقطة سي معنات القوة المغناطسية بتأثر في هذا الجوسيم عبارة عن فهو قال لك الجوسيم مشى شرقا ممتاز علما بان القوة المغناطسية بتأثر نحو سالب واي طب الجوسيم شرقا والقوة المغناطسية نحو سالب واي الاني لا تحت يعني هاي اطلا شرقا ونحو سالب واي كف في اليد معنات المجال المحصل عند النقطة سي بكل الخارج للخارج انت منطقيا كيف عرفته هذا موجب اكس وهذا سالب واي معنات صفف المجال يا موجب زد يا سالب زد واحدة من الثنتين بس هاي الفكرة ما نحكي عنها استخدامنا قاعدة الياد اليوم نطلح موجب زد فانا عرفت انه موجب زد يعني هذا شو ماله للخارج طب وهذا شو ماله للداخل معناته عشان اذا المحصل للخارج وفي فيه استعشوف هذول المتجهين اللي هما بي اوت وبي الملف اذا كانوا في نفس الجهة جمع اذا كانوا عكس بعض طرح طيب اذا كانت هاي لجوة وهي لجوة معنات المحصل لدرس من عنده لازم يطلع لجوة وصلت بس هون لا المحصل طاله لبرة معنات هذول جوة اكيد مية بالمية هذرا شو ماله لبرة وهو اكبر فالكبير ناقص الصغير وبيطلع فيه نفس اتجاه الكبير بس هذا اللي عملناه فرح نقولنا طيب هالسع انا بي اوت عندي وهذا كله عندي الا التيار المجهول معناته عشان اعرف احل السؤال بدي احكي بي لا سي عبارة عن بي للملف اللي جواته التيارة مجهول ناقص بي لا مين لا اوت فكان هذا معلوم وهذا طلته من هون هذا اللي عملته طلته من وين من هون من غشاش القوة المغناطسية معي الشحن معي السرعة معي الزاوية طلطل المجال ما غناطسي بس هاي فكرة السؤال الخفيف اللطيف باذن الله الحص القادمة نستكمل باقي الاسئلة الاضافية والاثرائية على نفس الموضوع الله يعطيكم الصحة والعافية لا اخي اسمع انا جلدي بحكمي مش قادر لازم اكمله بزبط اذا ما اكملتو شيك برتاح صراحة عبلاطة ما برتاح لانه بحس خلاص هذا اخر سؤال صراحة يعني عشان اخلص الملف اللي بيعرف انه الحص رح تكون طويلة بس الله بيعينكم ماش تسكب هسا انت عندك هون ملف لا هذا بده وقت صراحة هيك صار في مجالين يا أستاذي هيك اصبح في مجالين يعني انت في عندك هون المركز هذا السلك مالوش مجال وهذا السلك مالوش مجال طيب فانت عندك صفة حلقة فوق وصفة حلقة تحد تيار هيكة وتيار هيكة ممتاز الان هاي الحلقة انت بتعرف الان نص والميونوت عندك ونصف القطر عندك المجهول الوحيد في سؤالك هو التيار قدش عشان تعرف مجال هاي و مجال هاي و مجال هاي ومعجين تحسب المجال المحصل عندين المركز اعتبر المركز سي هسا اصفه عشان تحسب المجال المحصل بدك تستخدم خصائص اشو هلوين خصائص الدارات الكهربائية التيار انت عارف التيار لكل ستة أمبير رح يتوزع انا معرف شو توزعوا لو كانت هاي ار وهي ار كانت وزع هون ثلاثة أمبير وخلصت القصة خلصت القصة زمان بس لأ هون اختلف التوزع وصلت فإن شاء الله الحصة القادمة رح نعرف شو فكرة هذا السؤال انتو حاولوا فيه مبدئيا حاولوا حلو رح أبلش بهذا السؤال الحصة القادمة ومع سؤال إضافي هون رح أضفلكم إياه أيضا فكرة وزرية برد أكرر هاي فكرة وزرية مش من راسي هاي أيضا فكرة وزرية مش من راسي هاي فكرة وزرية جديدة كمان إجت ويمكن نواجه عدد كبير من الطلاب فيها مشكلة نخشه بالحيط إنه كيف نعرف البيئة الخاصة بالملف لجولة لبرة برد أكرر الموضوع يحتاج ممارسة من الطالب حل مسائل بإيدك بتصل لمرحلة أنت فنان ومبدع بس الله أعطيكم الصحة والعافية ويسر أمركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته